محافظ صلاح الدين يتحفظ على طريقة إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة بعد تحولها من مؤسسة لتطوير إلى منفذ لتبديد الأموال محافظ صلاح الدين يشرف شخصيا على أعمار حية العصرية في الصينية ويطالب بقصص نجاح تعجل عودة النازحين واستقرار المنطقة مسؤولون ومواطنون يؤشرون تحولاً إيجابياً في مستوى الأعمار والخدمات في صلاح الدين وعملية استباقية ضد خلايا داع الشرق المحافظة والانتخابات تعود إلى جدل تأجيل والسياسيون يحضرون من خطورة القفض على التفتيتات والرقابة المالية تكشف عن هدر مريب بالمال العام إلى تفاصيل هذه النشرة أهلاً بكم أمر محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جبر خليل إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة تقديم كشف تفصيلياً عاجلاً عن الإجازات الاستثمارية الممنوحة من عام 2019 حتى 2021 ومدى مطابقتها للضوابط الإدارية والقانونية وأبدى المحافظة انزعاج من حالة التسايب في الدوام وعدم إلتزام الموظفين من رئيس الدائرة إلى أصغر وحدة إدارية بساعات العمل الرسمي مؤكداً أن هذه الدائرة هي بوابة المحافظة من أجل تطوير وليس تبديد موارد المحافظة وقال المحافظ أن معاقبة التسايب إجراء لا بد منه لاستعادة الدائرة حيويتها وانضباطها وشيراً إلى وجود فقدان لعدد من الإجراءات الخاصة بقرارة منح الإجازة للمشاريع الاستثمارية مطالباً مجلس الإدارة الاطلاعة بمسؤولياته وممارسة دوره الصحيح وقال محافظ صلاح الدين خلال لقاءه بعدد من موظفي هيئة الاستثمار بالمحافظة أنه لا بد من إيجاد حلول إدارية للنهوض بعمل الهيئة بالشكل الذي يطور الأداء خصوصاً وأن مهمتها الارتقاء بالواقع العمراني في صلاح الدين يوجد حلول تكون في تغيير الإدارة ولكن الآن انتقلنا من تغيير الإدارة إلى الإعقاب أنا ما راح أغير الإدارة راح أعاقب الإدارة كلها راح أعاقبها لأنه استهترف بأموال صلاح الدين نوابي أولاً ساضافة خلال 24 ساعة يتم تزويد مكتب المحافظ بالإجازات الممنوحة للأعوام 2019-2020-2021 مع إضبارة كل مشروع مع سجل مجلس الإدارة هذه الدائرة نوجد حتى تطور صلاح الدين ما نوجد حتى تبدد موارد صلاح الدين طالب محافظ صلاح الدين دكتور مهندس عمار جبر خليل الدواء الخدمية العمل الفوري لتوفير الخدمات ومستلزمات الاستقرار في حي العصرية بناحية الصينية ووجه المحافظ خلال ترأسه اجتماعاً لمدراء الدواء الخدمية والقوات الماسكة للأرض وشيوخ ووجهاء عشاء الصينية بحضور النائب قطيب الجبوري لسأمين احتياجات أهالي الحي الذين سيعودون من النزوح في قطاعات البلدية وطرق والكهرباء والماء والصحة والتربية إضافة إلى بناء مقر للقوات الأمنية وكذا المحافظ أن عودة أهالي حي العصرية سيضمن الاستقرار الأمني والمجتمعي فضلاً عن تدوير عجلة الاقتصاد في المنطقة والمحافظة بشكل عام مبين أن هذه الإجراءة ستتبع مع كل المناطق التي سيعود أهلها من النزوح وأكد محافظ صلاح الدين خلال الاجتماع أن الصينية تحتاج إلى عمل كبير يعيد الحياة فيها ويمثل جوانب عدة مبيناً أنه بعودة أهلها سيكون الوضع الأمني أفضل وينهي ملفاً إنسانياً مهماً صينية قضاء كبير يحتاج إلى عمل أكبر عودة الحياة بالنسبة إلى تمثلنا عدة جوانب أولاً اجتماعية وثانياً عندما ترجع الحياة في هذه المنطقة الفلاحين وأهل المنطقة سيكون الوضع الأمني أفضل وأيضاً تمثلنا إنهاء لملف مأساوي هو ملف النازحين بجهود الأخوان في القوات الأمنية فإحنا الآن صار القرار كالآتي إكمال المتطلبات البلدية توفير الآليات وفرنا لكم 15 ألف لتر غاز توفير الآليات من البلدية الأخرى وافقت عليها وإنشاء حدائق وإكساء للمناطق المتضررة هذا فيما يخص الجزء البلدي بالنسبة للكهرباء توفير ثمان محولات مع ملحقاتها الأسلاك والأعمدة بالنسبة للماء توفير خط ناقل وماء يصل للمنطقة بالنسبة للصحة بناء مركز صحي وتجهيز كارفانات بالوقت الحاضر حتى إحنا نقدر نمارس العمل بالنسبة للتربية راح ندرج بناء مدرسة إحنا نشتغل نستعيني بتربية نينوان لأن تربية بصلاح الدين ما عدنا نستعيني بتربية نينوان بلكة يساعدوننا بالموضوع أو بتربية كاركوك هل راح أخابر المحافظين قلهم بلكة تدزوننا أحد مناك شدد دكتور المهندس عمار جبر خليل على ضرورة تأهيل مقر القوات الماسقة للأرض في ناحية الصينية مع توفير دعم لوجستيا وفنيا لحملة الأعمار مطالبا الجميع التفاعل والتكاتفة لخدمة أبناء صلاح الدين نهيئ أيضا مكان للقوة الماسقة للأرض تأهيل مكانهم وكذلك تجهيز المنطقة بإسعاف حديث من الإسعافات التي جابتها المحافظة وإكمال المشروع 500 متر مقعب تسليفه هذا اللي هو طبعا هناك اثنين واحد هو بالصينية واحد بالمزرعة اثنين هم يتسلفن حتى يمشي الموضوع فهذه هي القضايا اللي طبعا عملية رفع الأنقاض تحتاج إلى وقت لذلك احنا راح نستمر بالحملة وراح نبقى ندعمكم بموضوع الوقود وموضوع الآليات إلى أن تنجز هذه القضية يعني أكيد صندوق الإعمار راح يساهم معنا في بعض القضايا اللي هي نحتاجها في تأهيل وترميم الدوائر في هذا المكان في الصينية إن شاء الله على الخطط القادمة ندرج مشاريع أكثر راح نعمم هذه القضايا على بقية المناطق إن شاء الله ويكون إنجازها سريع جدا ما نطمح له أنه الكل يتفاعل مع الموضوع بطريقته ويحاول أن يقدم شيء للناس لأنه هذه السنوات عبرت وما كان إنجاز في هذا المكان اليوم الحمد لله ممكن أنه يكون الإنجاز كبير بالتكاتف الجميع وتكاتف الجهود أخوانا في القوات الأمنية اللي هم راح يحافظون على أرواح وأموال المواطنين في هذه المنطقة إلى أن تستتب الأمن بشكل كامل كشف مدير توزيع كهرباء صلاح الدين المهندس حسين عبدالقادر ويجرى عن المباشرة فتائه لشبكة الكهرباء بحية العصرية بناحية الصينية بعد أن يتم رفع الأنقاض منها مبينان أن المحافظة مغبونة بكميات التجهيز من الشبكة الوطنية إضافة إلى سهداف أبراج النقل من الإرهابيين ما أثر في ساعة التجهيزة وثمنا دعم المحافظ لعمل دائرة الكهرباء يعني العمل في القرية العصرية إن شاء الله مو صعبة سهلة بس نحتاج إلى رفع الأنقاض من قبل الجماعة البلدية يعني أنقاض كثيرة في المنطقة محافظة صلاح الدين يعني مغبونة بهذا المجال إنه إنتاجنا داخل المحافظة قليلة وبالتالي إحنا تجينا كهرباء خطين من بغداد وخطين من كاركوك وخطين من موصل لبعد المسافة يصير عندنا هبوط بالفولطية إضافة إلى الفترة الأخيرة عرفت إنه صارت استهداف للأبراج حرمتنا من التجهيز خاصة المناطق المتأثرة يعني اللي تغذيها هاي الأبراج صارت تفاوت في تجهيز ساعات التجهيز يعني بسبب إنه الشبكة مو متواصلة مع بعضها العمل متواصل على هذا الإجراء إنه نربط المحطات المحافظة مع بعضها عدنا حاليا مشاريع تحت الإنجاز أو قيد الإنجاز محطات 33 محطتين في الشرقات محطة الحورية محطة السديرة العمل بدأ بيها عدنا محطة زيتون كملناها في بيجي عدنا محطة بيجي المطورة قيد التنفيذ خلال أسبوع أو أسبوعين تدخل للعمل عدنا محطة مشتلة في سامرة وعدنا خطة إلى إدخال محطات أخرى بعد إكمال هذه المحطات محطة السجلة محطة الموقع في تكريت السيد المحافظ متواصل ويانا وجدا متعاون ويانا والدليل إنه سوالنا زيارة إلى معالي الوزير اللي أوعد إنه محطة بيجي الحرارية والمحطة الغازية اثنينتهم راح يصير عقد على تأهيلها والسيد المحافظ مول عدد من المشاريع النقل اللي راح يصير إلها تأثير كبير جدا على تجهيز المحافظة بالكهرباء كشف مدير فرعي وزارة الهجرة والمهاجرين في صلاح الدين خالد محجوب جاسم عن عودة كبيرة للأسر النازحة في جنوب المحافظة مشيدا بمتابعة المحافظ لهذا الملف الإنساني وتوفير مستلزمات الأمن والخدمات بما يعزز الاستقرار المجتمعي فيها مشيرا إلى توجه الوزارة لإطلاق منحة العودة لأبناء المحافظة هناك جيهود كبيرة من قبل محافظة صلاح الدين وقوات الأمنية الماسكة للأرض وقيادة عمليات سامراء لغلب عودة العوائل النازحة في جنوب محافظة صلاح الدين أغلب هذه العوائل هي حقيقة تسكن في قضاء سامراء وفي محطة بلد معظمهم من عشيرة الرفيعات وعشيرة خزرج إن شاء الله شهدة هذه المناطق عودة 400 عائلة ويوم غدا إن شاء الله ستشهد عودة 137 عائلة هذه العوائل إن شاء الله نحن بدولنا كوزارة وجرم الجريم سنقوم بتقديم الدعم اللازم من قبلنا وهي متمثل من سعادة الإغاثية والعينية لهذه العوائل وكذلك لدينا تنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لغرض توفير الخدمات إلى هذه المناطق وكذلك لهذه العوائل لغرض دعم الاستقرار في المنطقة وهناك توجه من قبل السيد محافظة صلاح الدين لغرض دعم هذه المناطق بالمشاريع الخدمية التي تخص الكهرباء الماء الري لأنه كما تعرف أنه هي أغلبها مناطق زراعية فإن شاء الله معظم هذه الدوائل ستتوجه إلى جنوب المحافظة ولا ننسى أنه يوم أمس كانت هناك عودة احتفالية عودة إلى قضاء بيجي ناحية الصينية منطقة الحلية العصري ستشهد عودة إن شاء الله قريبة جدا وسيكون هناك توجه من قبل المحافظة وتوجه من قبل وزارة الهجر المهجرين لغرض دعم العوائل العائدة إن شاء الله تعالى فيما يخص منحة العودة من خلال زيارة معالي وزارة الهجر المهجرين السيدة إيفان فائغ جابرو المحترمة إلى محافظة صلاح الدين ولقاءها مع السيدة المحافظة المحترم ستشهد إن شاء الله الأيام القريبة القادمة إطلاق منحة العودة البالغة مليون خمسمائة ألف دينار وستكون إن شاء الله على شكل وجبات أعلن قائم قام سامراء محمود خلف أن مشروع المجاري يتزامن مع مشاريع مقررة من محافظة صلاح الدين والتي شملت مختلف القطاعات وتتوافق مع مشاريع أخرى ضمن قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية كما تعلم أهمية مدينة سامراء في هذه الفترة وسابقا هناك في الوقت الحاضر مشروع مجاري سامراء لعموم هذه المدينة يتزامن معه الكثير من المشاريع المقررة من محافظة صلاح الدين بمبلغ بما يقارب 15 مليار ونص توزعت هذه المشاريع لكافة القطاعات اليوم في هذه المدينة هذا المشروع المهم والحيوي مشروع المجاري أضيفت باتجاهها مشاريع من أجل أن يتكامل العمل في البنى التحتية لهذه المدينة من أجل أن تتوافق مع مشاريع قانون إعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية التي وضعت لها أيضا مشاريع كثيرة لتكون بخطة متجانسة تعمل على أولا تقديم الخدمات وتحسينها داخل المدينة اكتمال البنى التحتية لمدينة سامراء ومن أجل أن نصل إلى مرحلة إعلانها كعاصمة العراق للحضارة الإسلامية هذا بالتأكيد يتطلب وقت كثير ويتطلب جهد سواء من إدارة المحلية أو من المحافظة ويتطلب أيضا صبر من المواطن لأن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى المتابعة الكثيرة وأيضا جودة بالتنفيذ وأيضا جودة باختيار هذه المشاريع التي تضمن أن تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية في المستقبل حاليا تم توجيه دعوات إلى شركات مختلفة اختصاصية من أجل تنفيذ المشاريع داخل مدينة سامراء وهذه سيتم إعلانها وإعلام جميع المواطنين بمن هي الشركات ومدة عملها ونوع المشروع آلية التنفيذ ستكون بكل شفافية أمام مواطننا الكريم في مدينة سامراء لأن هذا المشروع مهم ويجب علينا إعلام الجميع بمضمون العمل وأيضا خططنا اتجاه مدينة سامراء من خلال هذا القانون خلال الأيام القريبة القادمة سيتم غلق الدعوات الموجهة ومن ثم فتحها من أجل إحالة المشاريع بشكل أصول وفق الضوابط ووفق التعليمات إلى الشركات التي هي فعلا مصنفة لكي تعمل بهذه الأعمال المخصصة ضمن قانون إعلان سامراء سمت العراق للحضارة الإسلامية نفذت قوة مشتركة من اللواء 52 بالحجر الشعبي ورد سريع عملية تفتيشا لمراحقة فلول داع الشرق مدينة أمرلي بمحافظة صلاح الدين ذكرت مديرية الحجر أن العملية تهدف إلى تأمين أبراج طاقة الكهربائية الرابطة بين ديالو وصلاح الدين قالت خالية الأعلام الأمني أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الجهد النوعي نفذت قوة من الرد السريع بالتعاون مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية استباقية في المناطق والقرى الممتدة بين أقاطع عمليات ديالا وأقاطع عمليات صلاح الدين شرقي قضاء الطوز إلى جسر السرحة جنوبا وأصفرت عن رفع ثلاث عبوات ناسفة وتدمير وكر للإرهابيين وتأمين أبراج الطاقة الكهربائية في تلك القرى حسب توجيهات محافظي صلاح الدين باشرت بلدية قضاء أمري بحملة لتنظيف الجزرات الوسطية وزرع الثيل لإطفاء جمالية أكثر للمدينة ودع مدير البلدية المهندس مهدي جمعة المواطنين إلى التعاون مع الملاكات والحفاظ على الممتلكات العامة أقرى مجلس الجزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي حزمة من القرارات تتعلق بوضع طاقة الكهربائية فقد صوت المجلس على إعداد قانون بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وإحالته على مجلس النواب كما أقرى المجلس توصيات الاجتماع التشاوري بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة وخطة معالجة اختناقات الشبكة بالإضافة إلى مجموعة من المقرارات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية ودرفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج ووافق المجلس على تأسيس شركة عامة باسم الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفورات الأوسط ومذكرة مبادئ التعاون مع شركة جي إي الأمريكية يتداول مراقبون بسيناريوهات كثيرة عن توقيت الانتخابات من بينها التأجيل حتى نيسان المقبل لضمان مشاركة التيار الصدري فيما قال رئيس اتلاف دولة القانون للمالكي أنه إذا تم تأجيل أو لغاء الانتخابات فلن تعقد مرة أخرى وأضاف نحن حريصون على أن لا يلتهب الشارع العراقي وهذا هو طلبنا من القوى السياسية مستبعدا أن يكون هناك اشتعال للشارع العراقي وأضاف نتمنى من جميع المقاطعين لأن يعدلوا عن هذا القرار ويكونوا شركاء حتى لا يقول أحد نحن لم نكن شركاء في هذه العملية السياسية وتابع بالقول أنا لا أبحث عن رئاسة وزراء بل أبحث عن إصلاحا حقيقيا للنظام الإداري والنظام السياسي للدولة وإذا ما وقع عليه الاختيار من الشركاء سأكون خادما للشعب العراقي كشف تيار الحكمة عن اجتماع مرتقب خلال اليومين المقبلين للقوى السياسية وبحضور رئيس الوزراء مصطفى القاظمي لحسم موعد إجراء الانتخابات المبكرة متوقعا صدور قرارات صادمة لبعض القوى المقاطعة للانتخابات وقال القيادي في تيار رحم العبودي أن القرارات في الاجتماع ستصدر بالأغلبية مبينا أن الحوارات مستمرة مع القوى المقاطعة للعدول عن قراراتها أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2020 تفاصيلا ومخالفات صادمة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تضمنت أهدار مليارات الدنانير وبطرق مريبة مشيرا إلى إنفاق 32 مليارا لتذاكر سفرا لإفادي موظفين وفتح بحثات فائضة عن الحاجة وكشف التقرير عن قيام شركة الموانب بمنح شركة فحص 50% من إراداتها رغم استخدامها أجهزة الشركة أما وزارة الصحة فإنها قامت بالتعاقد مع أحد الشركات لشيراء نظام جي بي اس لسيارات الإصحاف في سنة 2012 ومبلغ أكثر من مليارين ونصف المليار دينار فيما تبين التعاقد مع الشركة نفسها لشيراء ذات الجهاز قبل ثلاث سنوات بأقل من مليار دينار ومع ذلك لم يتم تشغيله منذ عشر سنوات قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن الإصابات بفيروس كورونا مستمرة بالتسجيل وبشكل يوميا بسبب ضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية لافتان إلى أنه تم افتتاح مركز الصحة العامة لتحديد السلالات الجينية المتحورة لدلتا وغيرها بإضافة إلى أن هناك مختبرات أخرى ستفتح أيضا في بغداد والمحافظات للكشف عن السلالات المتحورة أو التي قد تتحول مستقبلا ضمن الإجراءات الجديدة للسيطرة على الوباء باتت جبال قرشوغ التابعة لقضاء مخمور تعرف بأنها العاصمة الجديدة للعشر والملاذ الأمن الذي يستقر فيه عناصر التنظيم ما يشكل تهديدا على ثلاث محافظات هي كاركوك ونينة ووصل حدين ويقول الخبير في الشأن الأمني هاوكار الجاف أن قرشوغ هي منطقة استراتيجية استفاد منها التنظيم في تكوين حلقة وصل مع عناصره في المناطق الأخرى ما يستدعي عملية مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب والبشمرقة وبإسناد دولي لتطهير المتاقة ونشر طيران استطلاع وقوة المشتركة بين بغداد وأربيل لسيطرة على الوضع في قرشوغ ألقى مكتب التحقيق في هيئة النزاهة القبضة على أحد الضباط وهو مدير شعبة البحث والتحاري في هيئة المنافذ الحدودية منفذ أزورباطية بعد ورود معلومات مؤكدة عن قيام الضابط بابتزاز للمخلصين الجمركيين وفرض أتوات عليهم إضافة إلى روشا بمبالغ كبيرة لتسهيل مرور العجلات المخالفة لللوائح الجمركية والأمنية وقد تم القاوة القبض عليهم متلبسا بالجرم المشهود وبموجب أمن القضاء وعثر فريق التحقيق على مبالغ كبيرة في غرفته الخاصة بالمنفذ بالعملات العراقية والأجنبية في مخبأ حصين خاصة كان يخفي فيه أموال الفساد التي يستحصلها شهدت مشاريع تربية النحل نشاطا ملحوظا في قضاء الدجيل بعد توجه الشباب لستمار هذه الثروة حيث استطاع المربي سرمد المقدمي بجهود ذاتية إنشاء منح لن يتكون من عشرات الخلايا التي تنتج أجود أنواع العسل الطبيعي المزيد في تقرير زميل فاضل الأنصاري شهدت مشاريع تربية النحل نشاطا ملحوظا بقضاء الدجيل بعد توجه الشباب لاستثمار هذه الثروة فالمربي سرمد المقدمي وبجهود ذاتية استطاع إنشاء منح لن يتكون من عشرات الخلايا ينتج منها أجود أنواع العسل الطبيعي بدأنا بتربية النحل كهواية بعدها طورنا مشروعنا الحمد لله وشكر قدرنا نربي أكثر من خلية عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين منها بقضاء الدجيل منها بقضاء بلد بخارج قضاء الدجيل بالقرى والأرياف عند انتهى المصدر الرحيقي أو المصدر النباتي في مناطقنا ننقل النحل إلى محافظة الموصل إلى محافظة بغداد في بداية موسم السدر إلى محافظة ديالة في بداية موسم الكالبتوز ننتج عدة أنواع للعسل منها البرسيم الكالبتوز الشوكيات الزهار المختلفة اللي هو الكوكتييل عسل السدر مربو أن نحل أكدوا أن قطاع تربية النحل يواجه عدة تحديات في الوقت الحاضرة مطالبين وزارة الزراعة بوضع خطة للنهوض بهذا القطاع المهم من خلال إنهاء جميع المعوقات أمام النحلين للحصول على أجود أنواع العسل الذي يدخل بأكثر من إطار غذائي ودوائي وعلاجي مناحة السرمد المقدمة بدأت بأربع إلى خمس خلايا الحمد لله اليوم عبرت لأربعمائة خمسمائة خلية ضافة إلى ذلك نحن بدأنا به بهواية الهواية اتطورت من المشروع المسقر إلى الحمد لله أصبح مشروع كبير مشروع مربح إضافة إلى ذلك اليوم مثل ما شاهدون الأسواق مزدحمة وتلقاه يتوفر بها عدة أنواع من العسل لكن ليس كل عسل هو ذو جودة وليس كل عسل أصلي نحن كمجموعة من الشباب قدرنا نطور نفسنا بتربية النحل وأصبح مصدر رزق تربية النحل مهنة صعبة جدا تحتاج إلى عناية مشددة تحتاج النحل يحتاج إلى مزارع واسعة من الأجات والبرسيم وأجر الكالبتوز نحن من ينتهي الموسمانة نضطر إلى الذهاب إلى المناطق البعيدة لتغذية النحل من باقي المناطق لأن هنا ينتهي الموسمانة نحاول نذهب إلى الموصل إلى باقي المناطق بالرغم من قلة الدام الحكومي لمربي النحل إلا أنهم استطاعوا بجهود ذاتية برفض الأسواق العراقية بأجود أنواع العسل الطبيعية لقناة صلاح دين الفضائف تتابعون في نشاتنا بعد الفاصل بلدية الأعظمية تواصل حملة التطوير ورفع تجاوزات وقصف يستهدف مناطق بنجوين في سليمانية وناشطون يطلقون حملة يلا انلقح للتوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا بالأنبار وقيل سعيد يقرر تمديد التدابير الإستثنائية المؤقتة في تونس حتى إشعار آخر والولايات المتحدة تقول تم إجلاء أكثر من 21 ألف شخص من كابل خلال 24 ساعة طالبان تعين وزيرا للمالية ومديرا للمخابرات وتحكم حصارها على إقليم بنشير المتمرد على سيطرتها إلى تفاصيل مجددا أحنا بكم قال مدير عامي بلدية العظمية المهندس زهد عزيز كتاب أن ملاكات البلدية تواصل أعمال تطوير في عددا من المناطق ضمن قضاء العظمية في العاصمة بغداد كما تواصل دفذ رفع تجاوزات عن الأرصفة وأملاك أمانة بغداد حسب الأوامر الصادرة بهذا الخصوص تقوم دائرتنا دائرة بلدية العظمية وبالتنسيق مع صندوق أعمار المناطق المتضربة من أعمال الارهابية بحملة لتطوير المحلات السكنية والشوارع الرئيسية ضمن قاطع دائرة بلدية العظمية والأعمال تتم بوتيرة متصاعدة وبإشراف مباشر من كوادر هندسية متخصصة حيث تتم أعمال التنفيذ وفق المواصفات القياسية الأعمال مستمر بهذا الخصوص بوتيرة متصاعدة وأود الإشارة هنا إلى حملة التجاوزات الكبرى التي تقوم بتنفيذها كوادرنا كوادر دائرة بلدية العظمية تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس الوزراء عفوا الأستاذ مصطفى الكاظم المحترم وبإشراف ومتابعة مباشرة من معالي أمين بغداد الأستاذ علاء المعمار حيث تتم تنفيذ حيث يتم تنفيذ حملات لإزارة هذه التجاوزات بكل أنواعها ونتمنى من المواطن البغدادي أن يكون عونا وسندا مباشرا لنا في تنفيذ هذه الحملات لوصولا للهدف الأسمى وهو بغداد أبهى وأجمل للحد من انتشار إصابات فيروس كورونا والحفاظ على المجتمع من تفشي الوباء أطلق ناشطون في قضاء هيت غرب محافظة الأنبار حملة يلا لقح للتوعية بأهمية التطعيم وأخذ جرعات اللقاح وقد وجدت المبادرة قبولا مجتمعيا تجلى بالزياد الإقبال على منافذ التقيح وامتدت الحملة حتى شملت معظم أقضية ونواحي الأنبار مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي يلا اللقح مبادرة للتجيع على تلقي جرعات لقاح كورونا ورفع المعنويات لدى المواطنين أطلقها ناشطون من قضاء هيت غربي محافظة الأنبار فوجدت ترحيبا واسعنا أطلق ناشطين في قضاء هيت حملة مبادرة يلا اللقح من أجل تخفيف في عدد الإصابات لأن جاء نشاهد ارتفاع كبير في عدد الإصابات في قضاء هيت وفي عموم الأنبار نشاهد لأن وضع في القضاء هيت ولا يسمح لوضع مؤسساتنا الصحية أن تستقبل هذه الأعداد الهائلة صار قبال كبير من قبل المواطنين داخل مدينة المراكز الصحية لتلقي اللقاح نتمنى من جميع المدن الموجود داخل محافظة الأنبار أنه تجري نفس المجرى هذا وتأخذ نفس الحملة وتطلقها داخل المدن حتى نكثف عدد الناس الملقحين والتقديل من الإصابة داخل المدن الحملة التي انضم لها عدد من الأطباء والناشطين وشخصيات اجتماعية دفعت نحو التزايد الملحوظ على منافذ التلقيح وتوسعت نحو مدن وأقضية الأنبار ووصلت إلى محافظة ديالة كمجابهة لتزايد أعداد المصابين بالفيروس نتمنى من عوائلنا نتمنى من شبابنا أن يأخذون اللقاح أن يوعدون الناس بأخذ اللقاح من أجل تخفيف في عدد الأصابات نحن نتمنى أن تنجح هذه الحملة التي أطلقوها ناشطين في عموم العراق ومثل ما نجحت لدينا في قضاها نتمنى أن تأخذ صد في عموم محافظاتنا وعقضيتنا حتى الناس سيكونوا على تحافظ لأخذ اللقاح بالتأكيد هذه الحملة ستنجح نجاحا كبيرا إذا أصبح هناك تكاتف من قبل الشباب الوعين وأصبح هناك وعي كافي حول خطورة وأضرار هذا الفيروس على الجميع التوعية بالمخاطر تنجيك منها هكذا القصد من حملة يلا اللقاح والتي سار خلفها الكثير فأوقفت الكثير من الإصابات أفاد قيادي في حزب الحياة الحرة الكردستانية المعارض لإيران بالتعرض مواقع للحزب في السليمانية إلى قصف جوية تركية وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة لإسمه أن القصف التركي استهدف موقعنا في بنجوين حيث لا وجود لمقارات تابعة لحزب العمال الكردستاني في هذه المناطق وضف أن القصف ألحق أضرارا كبير بحقول ومزارع الفلاحين من سكان المنطقة وكان زهنة عبد الرحمن قائم قام بنجوين قد قال أن القصف استهدف قراء بانويان وسالياو وكاني وميران وقزلتو ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار قصفت طائرات تركية منطقة شاربازير بكثافة حيث قام الجيش التركي بضرب 28 هدفا في شاربازير على امتداد سلسلة آسوس الجبلية وأنشر الأعلام الرسمية التركي تسجيل فيديو لعملية القصف في حين قال وزير الدفاع التركي أن الطائرات شنت غارات على أهداف بعمق 200 كم وأن الغارات نفذتها طائرات F-16 وأخرى مسيرة وقالت وزارة الدفاع التركية أن هذه العملية ستستمر دون توقف وهذه المرة الأولى التي تتعرض فيها منطقة شاربازير لهذا القصف المكثف وكشفت الدفاع التركية عن أن 20 طائرة شاركت في تنفيذ العملية وحسب تسجيل فيديو نشره الإعلام الرسمي لتركيا يظهر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أشرف شخصيا على تنفيذ العملية قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد تدابير الإستثنائية المؤقتة السارية منذ 25 من تموز الماضي وذلك حتى إشعار آخر وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وأبرزت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وقع مرسوما رئاسيا يقضي بالتمديد في تدابير الإستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لعام 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك إلى غاية إشعار آخر وكان الرئيس التونسي قد جمد أعمال البرلمان في تموز وتولى سلطة تنفيذية وقد صرح قيس سعيد في خيتام اجتماعا طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية أن هذه القرارات هي تدابير إستثنائية إخضاها الوضع الراهن الذي تعيشه تونس وتم اتخاذها عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها أجلت أكثر من 21 ألف شخص من العاصمة الأفغانية كابل خلال 24 ساعة الماضية قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية أندرو بيت أن 21 ألف و600 شخص تقريبا تم أجلاؤه من كابل يوم الاثنين وعشر المتحدث إلى أن قرابة الثمانية وخمسين وسبعمائة شخص تم أجلاؤهم من أفغانستان منذ الرابع عشر من أغسطس فيما يبلغ عدد الأشخاص الذين جر أجلاؤهم منذ أواخر يوليو الماضي 63 1900 شخص ذكرت وكالة بجواك للأنباء أن حركة طالبان الأفغانية عينت وزيرا جديدا للمالية ومديرا للمخابرات وقائما بأعمال وزير الداخلية وقالت الوكالة أن جول آغا سيتولى وزارة المالية في حين سيكون صدر إبراهيم قائما بعمال وزير الداخلية وعينت الحركة نجيب الله مديرا للمخابرات بينما سيكون المل شيرين حاكما لكابل وحمد الله نعماني رئيسا لبلدية العاصمة حسب ما نقلت وكالة ريتر للأنباء وفي الشمال أحكم مقاتل الحركة حصارهم على وادي بنشير حيث يتحصن أحمد مسعود وقوات حكومية بعد يوم على إرسالها لمئات من مقاتليها إلى الولاية وأكدت الحركة على لسان الناطق بإسمها ذبيح الله مجهد محاولتها حل القضية سلميا وعبر الوسائل السياسية بدل المواجهة ولتزال بنشير المعروف بدفاعاتها أخر معقر رئيسي للقوات المناهضة لطالبان بقيادة مسعود الذي يقود جبهة المقاومة الوطنية كما أن النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد موجود في المنطقة كشفت بورش عن مكان 2022 بتحديثات منتصف العمر التي شملت عديلات كبيرة في تصميم الأداء أيضا حصلت السيارة على شبك أمامي ضخم وتطعيمات سوداء كثيفة وإتي الصدام بتصميم جديد وحصلت المصابيح النهارية على لمسة جديدة في حين أن الشفرة الجانبية التي تعمل على طول الجزء السفلي من الأبواب أصبحت الآن سطحا محكما ثلاث الأبعاد وفي الداخل وضعت بورش وحدة تحكم مركزية معادة تصميم توفر عناصر الأمسية ومظهر أبسط وحصلت مكان على عصى رياضية لناقل الحركة مع عجلة القيادة جي تي سبورت القادمة من 911 ومن حيث المحركات حصلت فئة جي تي اس الرياضية على 60 حصانا إضافية دفعة واحدة وينتج محركها بالحجم الـ 2.9 لتر في 6 ثنائي التيربو ما يصل لـ 434 حصان ما يمكنها من تحقيق تسارع من صفر إلى 100 كم على ساعة خلال 4.1 ثانية فقط حصل المنتخب الوطني العراقي على المركز الثاني في بطولة العرب الأولى لرياضة الكبادي والتجارة في لبنان ويعتبر العراق مؤسس اللعبة في الوطن العربي وكان له الدور الأبرز في تنظيم البطولة ولعبة الكبادي رياضة جمعية بدأت في جنوب آسيا وتعتبر لعبة رياضية وطنية في بنغلاديش وفي البنجاب في الهند وفي اللعبة فريقان مكونان من سبعة لعبين في كل مباراة في ملعب مساحته 13 في 10 أمتار أي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة السلة إلى تذكيري بأبرز وأهم العنوين محافظ صلاح الدين يتحفظ على طريقة إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة بعد تحولها من مؤسسة لتطوير إلى منفذ لتبديد الأموال محافظ صلاح الدين يشرف شخصيا على أعمار حية العصرية في الصينية ويطالب بقصص نجاح تعجل عودة نازحين واستقرار المنطقة مسؤولون ومواطنون يؤشرون تحولا إيجابيا في مستوى الأعمار والخدمات في صلاح الدين وعملية استباقية ضد خلايا داع الشرق المحافظة والانتخابات تعود إلى جدل تأجيل والسياسيون يحضرون من خطورة الكفت على التوقيتات والرقابة المالية تكشف عن هدر مريب بالمال العام شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة